غدات بيان للجامعة العربية يقضي برفض التدخل الأجنبي في ليبيا وقبيل يوم من مناقشة البرلمان التركي لمذكرة أردوغان بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تسارع وزارة الدفاع التركية الخطى لتجهيز كل الترتيبات اللازمة وفق ما أعلن عنه الوزير خلص أكار الذي أضاف أن القوات التركية ستكون ذات مهام تدريبية وليست قتالية في ليبيا اللافت أن تصريحات أكار تتزامن مع تصريحات للرئيس أردوغان أعلن فيها قرب اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في ليبيا وشرق متوسط الرجلان أردوغان وأكار أعلن ذلك في اجتماع عسكري ما يوحي بحسم القرار حتى قبل صدور رأي البرلمان في سياق ذي صلة كشفت مصادر تركية لموقع العربي نت أن تركيا طلبت من قادة الفصائل العسكرية السورية الموالية لها الاستعداد لإرسال عناصر للقتال في ليبيا وحتى الآن أكد مصدر سوري من هذه الفصائل انتقال ثلاثمائة عنصر من فصائل سقور الشمال والسلطان مراد ولواء المعتصم إلى ليبيا في انتظار وصول دفعة ثانية قوامها ثلاثمائة عنصر آخرين رمضان بالعمري العربية